العشبة السحرية لزيادة انتاج البيض عند الفراخ وتأسيس الفراخ البلدي البيض من اول لسه مهمة لسه عندهم يعني ما كاملوا الشهر لسه النهار ده الفراخ عمر 28 يوم او 29 يوم خلاص يعني يوم اتنين يبقى عندهم شهر لازم هنحط لهم بقى حاجات يعني حاجات بسيطة اساسية من وهم صغيرين من وين تستقبلي الفراخ عملنا فيديو قبل كده لتأسيس الفراخ البلدي البيض علشان ما تلاقيش بيضة صغيرة ما تلاقيش بيضة اشرتها ضعيفة الفراخ ساعات بتيجي تبيض تبشر بالبيض وبعدين تلاقيها قطعت كل المشاكل دي بسبب ان احنا ما اسسناش الفراخ بتاعتنا كويس وهي صغيرة فاحنا ان شاء الله النهار ده هنأسس الفراخ البلدي البيض بتاعتنا فضل الله نوع الفراخ اللي قدامنا ده بلدي حر بلدي حر مش متهجن باي حاجة المفروض انه هو ده بلدي حر يعني احسن انواع فراخة بلدي تربيها البلدي الحر الفيومي الحر الجميزة البياض الاصلي تمام ده تلات انواع فيه كمان انواع تانية بس يعني انا ما مفضلهاش ابدا في التربية البلدي الهاجين اللي هو هو نفسه البلد المشعر البلدي الهاجين هو نفسه البلد المشعر ده برضو كويس جدا وده ينفع للتسمين وينفع لانتاج البيض الانواع التانية كلها انواع للتسمين علشان تبقي فاهمة وعرفة علشان كده لما بتربي فراخة التسمين دي وتسيبيها للبيض بتلاقي جت لها شوطة وميتت لان هي اصلا يعني مفروض ان هي عمرها ما يزيدش عن خمس ستة شهور اقصى حيك بعد كده هي ما بتتحملش وبتموت من نفسها حتى لو ما جيش لها حاجة هي قبرتها تنوت ده غير ان هي بتاكل كتير لان هي فراخة تسمين عمر الاكل بتاعها ما هيجي قد انتاج البيض وكمان ما بتنتجش بيض بشكل كويس يعني بتنتج يوم ويوم مش زي البلدي ما شاء الله فاحسن نوع تريح دماغه تجيبي بلدي حر فييومي حر او بلدي هاجين اللي هو نفسه هو هو بلدي هاجين هو لو بلدي مشاه او الجميزة البيض الجميزة البيض مشكلته بس ان هو ايه يعني نادر صعب شوية ان احنا نلاقيه لان دايما هيقولك ده جميزة هتلاقي جميزة هاجين وجميزة الهاجين لا يصلح للبيض جميزة الهاجين بتتعب زيها زي الروزي فييوم الروزي الاتنين دول ما شاء الله بيشيلوا اوزان عالية جدا وبيبضوا اه بس يعني وبيبضوا كمان على عمره اربع شهور بس بعد شهرين اتنين بتلاقيه جاتلهم شوط اخدته ليه ان ما رأيتهم ضعيفة وان هو اصلا جسمهم معمول او متزبط بحيث ان هي دي فراخ مستنبطة يعني مستهجنة يعني مش طبيعية يعني جاية من تزوج نوع مع نوع فايز ما احنا استنبطنا نوع من انواع كات موجودة انما الفراخ البلدي تنتد طبيعية اللي ربنا خليقها على طبيعتها دي ما شاء الله بتقعد معاكي 3 سنين طبيعية زي الفل هنستخدم لهم من وهم صغيرين قلنا حاجات مهمة اساسيات علشان العظم والجسم والبنية بتاعت الفرخ تبقى تمام مظبوطة الكلام ده قلناه في الفيديو اللي فات لو ما شفتهوش اكتب ليه في التعليقات احطيلك الرابط بتاعه بتاع فيديو تاعت اساس الفراخ البلدي النهاردة بقى برضو هنحط اعشاب في الاكل على الاكل حاجات مهمة لازم الحاجات دي تتحطي للفراخ مثلا من عمر شهر برضو او من عمر 25 يوم وممكن كمان من عمر اسبوع ما فيش منها اي ضرر خالص بس ديت هتفرق قوي قوي في تكونات الفرخ بتاعك يعني هتفرق في اكله يبقى احنا مش بس بنأكل الفراخ اكل اقتصادي ونضعفهم ان نشفهم لا نا بنستخدم طريقة اقتصادية بنوفر فيها وفي نفس الوقت بناخد اعلى منتج بفضل الله ان شاء الله باذن الله مش معنى ان انا اوفر يعني ان انا ايه اضر بحكتي لا انا بوفر بأكل بدايل علف وانا عارف انا بعمل ايه يعني من اول يوم بنأكل بدايل علف بس بدايل احسن اليوم مرة من العلف بدايل تخلي الفرخ يتأسس معاك ويتكون جسمه وعضلات ويتكون لحمه ويتكون حجمه ويتكون عنقود بيض بتكوني عنقود بيض هايل كل الحاجات اللي احنا استقبلنا عليها الفراخ دي اللي هي بدايل العلف من اول يوم الفراخ مثلا مقربة عمري شهر هي الدورة دي من الاول يوم هجابيني كتاكت دي ويه عندها يوم استقبلناهم مش الله لقوة الا بالله بدون ادوية بدون اي تحسنات مفيش الكلام ده كله بفضل الله مش الله لقوة الا بالله زي ما انت شايف الفراخ كي انها واكل علف ليله نهار والله يعني العلف انا بحطه كنسبة يعني كنا بنأكل العلف بالليل لو عايزة تأكلنا يا شف مش عايزة اعمل الوصفات بس اللي احنا بنعملها دي وما فيش مشكلة خالص الوصفات اللي بنعملها دي بتسمن الفراخ وبتديها صحة احلى من العلف دي وصفة التسميم بتاعتنا بسم الله ما شاء الله بنعملها للفراخ من امر 15 يوم جميلة جدا جدا واقتصادية بتقدر تحطي عليها بقى شوية عيش مفروك بتخليها جميلة جدا لو بقى عندك شوية خضرة طبعا الفراخ البلدي احلى حاجة لها الخضرة من بعد ما تكمل اسبوع تقدر تحطي لها خضرة زي ما انت عايزة حطي كرات برسيم ورق خص ورق كروم شبت بقدونس اي خضرة اللي قدامي مشكلتنا ان احنا في الصيف والخضرة غالية شوية ومش موجودة قوي بس خلاص كلها ايام ان شاء الله والدنيا تبقى كويسة والارض تبدأ تخضر تاني وتبقى الخضرة بالهبل فاللي حابة تربي فراخ بلدي للبيت تيجي دلوقتي وتربي لان ده احسن وقت بدور دايما حوالي على ارخص حاجة موجودة ومشاء الله دلوقتي البطاطا طلعة التلاتة كيلو بعشرة جنيه في منها انواع في البلدي الغالية وفي النوع التاني الرخيصة تطلع ما شاء الله مال للدنيا ده تلاتة كيلو بعشرة جنيه يعني يا بلاش كده حاجة ببلاش ده ارخص علف خلي بالك لما يكوني هتسميني حاجة البطاطا مش هتنفع للتسمين لما تحطي بطاطا لحاجة بتسمينيها فتحطي كميات بسيطة خالص لان البطاطا بتدي طاقة وبتدي حيوية وفيها فيتامينات عالية جدا لكن ما بتزودش الوزن قوي فعشان كده انا ما بكترش منها يعني الواحدة بطاطاية دي بس كفاية هبشرها على الاكل ده الاكل ده ممكن احط منه للفراخ البيضة اللي تكون مسلا عدد خمستاشر يوم برضو عادي اللي هي وسط التسمين مع زي ما بنعمل في قناة تانية بتاعة الفراخ البيضة بداية العلف دي احلى مليون مرة من العلف بتديكي منتج طعمه حلو وبتديكي منتج صحته كويسة يعني انا ما شاء الله الفراخ البلدي هتأسسيها وتبقى انتاجها في البيض عالي لان البطاطا دي على فكرة حلوة جدا برضو في زيادة انتاج البيض والقشبة برضو اللي هنحطها دلوقتي هيلة جدا عندك برضو كرات ممتاز 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 بيخلي الفراخ الله اكبر تبيض بطريقة غير عادية لو عندك فراخ قطعة بيض استخدمي لها الكرات عندك فراخ بتأسسيها استخدمي لها الكرات الكرات الربطة بجنيه مش مشكلة هتلم كل يوم باتنين جنيه هتلاقي الفراخ بتاعتك زي الفل بتأسسي انت كده عن قوض البيض المكون بقى اللي انا هقولك عليه النهاردة واللي ده هنمشي عليته لعمر الفراخ بتاعتنا علشان انتاج البيض هي البنجر بس في حاجة لازم تاخد بالكم منها انه البنجر او الشمندر ماينفعش ان انا نحطه كل يوم كل يوم غلط هو بتحط مرتين بس في الاسبوع مرتين اتنين او تلاتة بالكتير ليه بقى؟ لانه ممكن يعمل مشاكل تانية للفراخ فمن الحاجات اللي ماينفعش نحطها يوميا ولكن لازم نحطها ده بيأسس عن قوض البيض عند الفراخ بشكل لا تتخيلين البنجر ثم البنجر ثم البنجر بس زي ما بقولك كده الجرعة الصحيحة او الطريقة الصحيحة مرتين تلاتة بس كل اسبوع يعني الوحدية دي ممكن اقسمها على يومين تلاتة بس انا عشان الاكل ده كمية كبيرة هوزعه على الفراخ البيضة وعلى الفراخ البلدي فعملت كمية فقلت ايه ابشور البتاع دي كلها على بعضها ممكن تبشوري كل يوم منها مقدار معلقتين تلاتة وده هيخلي الفراخ بتاعتك ما شاء الله عنقود بيت بقى مش هتصدقي ما شاء الله الفراخ هتبشر بدري البيت بتاعها هيبقى كبير وحجمه حلو والاشرة بتاعته صلبة ومتينة والفراخ ان شاء الله ما تقطعش بعد ما تبشر بالتاني ده كان العشبة اللي انا عايز اقولك عليها النهاردة واللي لازم تبدأ تستخدميها للفراخ وهي كانت غالية بس بدأت بدأت دلوقتي هتهل ان شاء الله وهتبقى رخيصة لو مش هتقدر اتجي بيها الوقتي يعني انا جايبة اتنين هوررهم لك دي وواحد صغيرة كمان جايبهم خمسة جنيه فدول ممكن يكفوك مثلا اسبوع او اسبوعين كل اسبوع واحدة يعني لو في الشهرة هتأكلهم بعشرة جنيه هتحطلهم عشرة جنيه بنجر فمش غالي يعني حابة تستني شوية لما يرخص اكتر مفيش مشكلة هتستخدمي بقى الحاجات اللي احنا ايه قلنا عليها قبل كده الكابسولات والبرشام اللي احنا قلنا علي في الفيديو اللي فات مش عايز اقوله بس تاني عشان ما اكررشي الكلام بتاعنا تاني الوجبة دي احلى من مليون مليون علف احلى من العلف البيض كمان نفسه شخصيا ويا سلام لو عليها شوية كرات بقى انسي وهتشوفي احلى بيت من الفراخ هتديه لواحدة التانية عيط يعني اللي انا بشرتها ودي جايبها من الاتنين بخمسة جنيه لما قلتلك اوريها لك الاتنين دول كانوا بخمسة جنيه وبرده نعتبر مشغالي يعني عكفونا ان شاء الله اشتركوا في القناة